اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصطلحات المهمة في البداية أبغاكم تفهمون معاي شوية كلمات مهمة في الرياضيات يعني مثلاً لما نقول لك evaluate معناها أصلاً بالإنجليزي معناتها أنه قيم يعني لما نتجيني المقصود بها أني أحسب قيمة evaluate يعني طلعلي قيمة خلينا نشبك التاب so what do you mean by the word evaluate evaluate يعني قيم نعم طلعلي قيمة طيب المصطلح اللي بعده لما نيجيني ويقول لي algebraic expression يلا يمذاكرين يلا مصحصحين أيها أحسنت يا وجدان تعني لي عبارة رياضية أوكي عبارة رياضية جبرية فيها متغيرات فيها أرقام فيها إشارات yes exactly نعم هذا هو المقصود algebraic expression طيب لحظة عشان أشغل التاب عشان أعرف أكتب أوكي طيب اللي بعده عبارة substitution substitution إيش معناتها يعني إني عوض يعني أشيل شي أحط بداله شي يعني مثلا لما نيقول لك والله قيمة الـ x4 يعني أشيل للـ x أحط بدالها أربعة سو أنا لما أشوف كلمة أيها تمام أيها نبغى نأخذ قلام لحظة أوكي أد أنا يا سو كلمة substitution معناتها عملية تعويض يعطيك مثلا قيمة معينة ويقول لك عوض لي عنها دائما أنا الأقصد أقصد بها أنه أنا أشيل المتغير أنا ويش سويت أنا ويش سويت أني أشيل المتغير وأحط بداله ماذا بداله القيمة حقته أوكي طيب المصطلح اللي بعده لا لا هذه المصطلحات ما تجيكي أبدا في الاختبار هذه المصطلحات أنت لازم تفهمينها عشان مثلا لما نيقول لك مثلا evaluate انتحار فإنه معناتها ماذا evaluate معناتها طلع لي قيمة لما يقول لك substitution معناتها عوضي يعني شيلي ذا مكان ذا لما يقول لك مثلا translate phrases ترجميلي العبارات أنت عارفة إيش معناتها أوكي هي أبدا ما تجي في الاختبار أنه مثلا أشرحي ولا تكلمي عنها ولا إيش معنات algebraic expression ولا إيش معنات translate phrases لا هذا الكلام أنت أيوة تفهمينه تفهمينه عشان تقدري تحلين أوكي يعني مثلا لما نأجي أقول لك translate phrases وأنت أصلا من تفهم إيش يعني translate phrases عمرك ما رح تعرفي تحلين أوكي أشيل التابلت لأنه ماني عارفة أشتغل عليه مع الPDF طيب أوكي نكمل يا بنات نكمل أوكي طيب اللي بعده اللي بعده يقول لي إيش يقول لي إيش هو الvariable إيش هو الconstant لازم أعرف أفرق ما بينهم الvariable متغير شيء متغير إكس واي زي هو القيم المتغيرة ونرمز له بالحروف الإنجليزية اللي هو الإكس واي زي الكونستنت أحسنتي زي ما قالت وجدان شيء ثابت قيمة لا تتغير مثل الأرقام عشرة هداعش ميتين أي رقم إذن أي رقم أسمي ممكن يجيني اختياري يعطيني ويعطيني مثلا ويعطيني ويعطيني عشرة ويقول لي أي من الأشياء التالية يعتبر كونستنت أوكي اللي يعتبر كونستنت اللي هو الرقم الشيء الثابت الذي لا يتغير أوكي باعتبار أنه نحن نتكلم في الرياضيات إذن لازم لازم تفهمين أنه معنات عملية الجمع addition لازم تفهم أنه معنات عملية الطرح subtraction لازم تعرف أنه multiplication يعني ضرب لازم تعرف أنه division معناتها قسمة هذا شيء أساسي شيء ماذا أساسي أوكي طيب هل في مصطلحات أخرى تدل على الجمع نعم فيه يعني مثلا لما يقول لك إيوة لما يقول لك مثلا add to أضف إلى some of حاصل جمع plus زائد more than أكثر من increased by يزيد by نعم هذه كلها عبارات تدل على جمع تمام عبارات تدل على ماذا جمع طيب أعطيني أيضا عبارات تدل على طرح يعني لما أشوفها بالsentence أفهم أنه هو يتكلم عن طرح لما يقول لي subtracted from مطروح من difference of الفرق ما بين minus ناقص yes less than أقل من decreased by أقل من أو ينقص ب يعني ينقص الشيء هذا بكذا إذن هذا معنات كلمة subtraction إذن كل عملية رياضية لازم تعرف إيش المصطلحات التي تمثلها أوكي نجي على multiplication إيش المقصود بكلمة multiplication هاي مذاكرين يلا يدوافير multiplication يا جماعة هو الكلاس ما في إلا وجدان إيش السالفة صح سحولي أحسنتي ريما أحسنت فاطمة امتازة الضرب أوكي إيش الكلمات التي تدل على multiplication multiplied by product of times لما يقول لي مثلا هذا في three times إيش معنات three times يعني مضروب ثلاث مرات لما twice مضروب في نفسه مرتين لما يقول كلمة off الحرف off هذا معناته إنه في عملية ضرب أوكي نجي على القسمة division القسمة عندي divided by كوتينت by عندي divided into ration of ration of وكلمة pure برضو هذه كلها معناتها قسمة لما أشوف هذه العبارات معناتها قسمة أوكي طيب هذا الكلام ممكن أنت الحين تسمعينه وتقولين طب كيف يجيني هذا يجيكي لما نروح على المسائل والأمثلة يعني الحين أنا بس بفهمك مصطلحات رياضية وبعدين أعطيكي قوانين مصطلحات رياضية وأعطيكي قوانين أوكي في المراجعة كذا أنا أبغاكم دائما يعني حتى أنتم لو معنتكم هذا الفايل أنتم سوووا لأنفسكم دائما حطي لنفسك دفتر حط لنفسك دفتر جمع في مصطلحاتك الرياضية اللي أنت فهمتها على فكرة أنا مثلا ممكن أمسوي المصطلحات الرياضية هذه ممكن أنت تطلع مصطلحات رياضية أكثر ممكن في شغلات أكثر أنت من تفاهمها أنا الحين بعطيك الأساسيات اللي أنت تحتاجها أوكي فمثل ما قلت لكم نجيب دفتر نوتبوك نحط في جدول نسميه مصطلحات رياضية والجدول الثاني نسميه القوانين والأمثلة عليها أوكي القوانين والأمثلة عليها نكمل اشتركوا في القناة